اهلا ومرحبا بكم محبي مسلسل نصيب وقسمتك الجزء الرابع النظارة البيضاء فخر واقف مع سارة وبيسألها اذا كانت سامح بتقول له لا هوي مثل لا اخوي بعد سنين بيرجع فخر من امريكا وبشوف سارة وسامحها متزوجين الام بتفرح برجعة ابنها فخر وبيجعلها وبرجعته دكتور وبيقول له ابوه ياريته دكتور هوي دكتور تونجلوجيا وبيقول له اصلا خاله هوي اللي فسده فجر بشوفه رفيق وليده بخبره انه صار مطرب مشهور فخر بفوت لا بيته وبيستقبله امه وابوه واخوه كرم وبيكونوا فرحانين برجعته بيقعدوا سواه وبيحكوا عن الشغل وبيقول له ابو اكيد راح تشتغل معنا بيقول له لا فخر بيحكي ما ارفيق وبيسألوا انا النظارة اللي اخترقها بيقول له لسا عبدها شوية وبتخلص خالته لفجر بتجي هي وبنتها ليسا على فجر بنشوف انه فجر كان يحب اندخالته بس ما بس هي ما بتحبه بيصير يحكوا مع بعض وبتقول له انها بتحبه بيستغرب فجر بيجي اتصال لفجر من الوزارة وبيجحز حاله وبيروح ليشوف وبيقول له انا محتمل يكون مستشار بالوزارة بس بروح وبيسأل عنه احده اسمها سارة طارق وسامح بيقول له ما عندي احد بهالاسماء بيطلع فجر وبيتذكر انه هدول الاسماء كاسماء رفقات يلي كانوا معه بالمدرسة سارة وطارق وسامح وبالفعل بيكونوا هنين عاملين مقلب فيه وبيحزن فخري كتير لان سارة ضحكت عليه اكتر من مرة فخري بيحكي لخاله عن قصة المستشار وانه كلها كازب وبيحكي عن اختراع النظارة وبيقول له يومين بتخرص خاله بيقول له كفة شغلك عليها بس لا تلبسها وتجربها على شخص اللي بتحبهن منشوف انه اختراع حجر صار جاهز والنظارة لبسها بس ما بتجي لبيت خالتها وبتحكي ما بتطلب تشوف فجر وبيجي لعند فجر هوي لابس النظارة وبتبلش بس ما تحكيش قد هي بتحبه وبيقول له بس انت ما عندي ما كنتي طغينة بتقول له صاح بس هلأ بتغير وبتقول له انا كنت تحب واحد اسمه ايمن وهلأ راح تحكي لك عنه وبيقول له استني لبسي النظارة وبيقول له هلأ قمشي وبتنتهي الحلقة